متوقع حقيقي أنه بعد دور المجموعات أعتقد أن البطولة هتخش في لفل تاني يعني دخلنا بقى في لفل الوحش كل الكبار هيكونوا تأهلوا والمهاجهات هتبقى صعب التكاهن بيها هل تتوقع أنه طريقة ميستر كيروش في التبديل يعني أنك تبتدي مباراة وتيجي المطشة اللي بعده تغير خمسة لعيبة أو تغير في طريقة اللعب هل متوقع أنه ده يستمر حتى في حتى ها هستمر أنا شايف هستمر من بداية المباراة الأولى وبداية المباراة الثانية النهاردة السودان أفتكر مباراة الجزائر ممكن يكون فيها سبات شوية يعني برضك هتحتاج الخمسة اللي أنت ريحتهم أو اللي مش موجودين برضك عندهم خبرات بشكل بيرجي دولية وصول لعبة النادي الأهلي طبعا أفريقيا ودوليا فأنا شايف أنه هيحتاج لعبة النادي الأهلي في مباراة الجزائر بشكل كبير مطش الجزائر لي حسابات خاصة كابتن مار يعني طبعا إحنا نتكلم ديربي شمال أفريقيا هو واحد من أكثر المطشاط اللي يمكن بيبقى صعب التكامل بنا يتجدها بصرف النظر عن مستويات الفرقاتين طبعا صعب جدا لأن مباراة تكتيكية في الرقم الأول نمرة اثنين حيبقى طبعا كل فرقة عايزة تفرس شخصيته على فرقة الأخرى إيه الرسالة اللي لازم توصل لمستر كارلوس كيروش قبل مباراة الجزائر من الجهاز المعاون ليه الرسالة اللي توصل لمستر كارلوس إن إحنا نرجع للمجموعة اللي هي الأساسية نلعب بيها بشكل كبير لازم عندنا استراتيجية لازم نكون تفرجنا على الجزائر في المباراتين السابقتين لازم تعرف النقط الضعف اللي موجودة في الجزائر مميزات لعبة الجزائر في المباراتين اللي فاتوا عشان قادر تلاشاها الدوافع بقى الجزائر عندهم دوافع بشكل كبير جداً بلعبوا بها من أول مباراة ضغط على الخصم وحاولوا إحراز هدف عايزين يكسبوا ثلاثة نقاط فأنت النهاردة يعني كبداية مبارات السودان أنا شايف أن الدوافع بدأت تزيد محتاجين مبارات تلت تزيد أكتر يعني لازم إحنا كمان نفرض أسلوبنا على القرى الجزائرية من بداية المباراة وأتمنى إن شاء الله يبقى فيه ثبات في التشكيل بشكل كبير وفي نفس الوقت نكسب اللقاء اللي بردك يدينا ثقة إن شاء الله حتى في البطولة دي والبطولة اللي جاية بالنسبة لكاسة أفريقية أو تصفير